اشتركوا في القناة عن الوضع الصحي الراهن ومناطق الهشاشة التي تتظلب مزيدا من التدخلات ونوهت إلى وجود 22 حالة اشتباه بحمضنك منها حالتي وفاة متطرقة إلى التدخلات التي تمت في مجال مكافحة النواقل للحد من انتشار الحميات وقال وزير وصح الاتحادي هيثم محمد إبراهيم إن زيارة الغرض منها الوقوف على الوضع الصحي بالمحلية وكيفية إجراء تدخلات المطلوبة مضيفا أن ظهور حالة وفاة يتطلب إجراء مزيد من المسح الحشري وتعزيزي دور الفرق الاستجابة السريعة مطالبا بضرورة تكامل كل الجهات حالية شيكان ومروابة والرهد جلسنا مع الفرق الصحية وفرق الاستجابة والوبا بتاع الحميات الحالية التي تمثل في حميات الميلاريا وحميات الضنك في تجهيزات كويسة موجودة في الولاية في ترتيبات وتحرك على مستوى الولاية وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى المنظمات رغم المعينات الشحيحة والضعيفة بدأت حملات الرشف حملات التفتيش حملات الأصحاح البيئي وقال المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية إبراهيم الأنصاري إن محلية أمرا وابا من المحليات ذات الخصوصية باعتبارها المحلية الثانية من حيث نسبة الإصابة بالحميات بالولاية بينما أكد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالسودان دكتور نعم سعيد عابد وقف المنظمة إلى جانب حكومة الولاية وإسناد وزارة الصحة زيارة صيد وزير الصحة الاتحادي تكاد تمثل إضافة حقيقية بالنسبة للجهود المبزولة من قبل وزارة الصحة الولاية فالحمد لله بوجود الخبر من منظمة الصحة العالمية سيكون هناك تزداد الدعومات اللوجستية الدعومات المادية في المكافحة بالإضافة للدعم المقدم للمستشفى العمرو عبا وعلى مستشفى الرهد وعلى بنك الدم نحن المنظمة الآن مركزين الأولوية الأولى بالنسبة أنها هي محاولة مساعدة بالتعاون طبعا مع وزارة الصحة الاتحادية والولاية التي سيطر على تفشي حمد ظنك والملائرية والتوجه الرئيسي والتركيز الرئيسي الآن علينا هي مكافحة النواقل وهي خصوصا البعوض بأنواعها وأيضا معالجة الحالات لتقليل نسب الوفيات والمراضة ترأست الأمينة العامة للمجلس الأعلى للإستراتيجية والمعلومات إحسان بشير اجتماع اللجنة العليا لموازنة المجلس للعام عشرين ثلاثة وعشرين وجهت بالإسراء في عمل اللجان الفنية داعية إلى أن يظل المجلس في حالة طوارئ حتى موعد تسليم الموازنة مشيرة إلى أهمية مواءمة منشور موجهة موازنة ولاية الخرطوم للعام المالي عشرين ثلاثة وعشرين مع موجهة قطة المجلس مؤكدة حكمية المجلس على مشروعات التنمية والإشراف على تنفيذها وشددت على أهمية مشروعات التحول الرقمي في موازنة العام عشرين ثلاثة وعشرين فيما أكدت مدير الشؤون المالية والإدارية فيروس صديق أن المجلس بصدد أعداد موازنة طموحة تلبي تطلعات في تنفيذ جميع المشروعات والعمليات المستمرة أكدت اللجنة العليا لموازنة وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم في اجتماعها برئاسة المدير العام للوزارة عوض أحمدان أكدت أهمية ترتيب الأولويات خلال موازنة العام القادم ودعت اللجنة إلى وضع موازنة حقيقية تلب الطموحات وفق الأولويات التي تساعد الوزارة في أداء رسالتها تجاه المجتمع وأكدت اللجنة ضرورة أن تتوافق مقترحات الموازنة مع منشور موجهات وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار والمجلس الأعلى للإستراتيجية والمعلومات للعام الحالي شدد المدير العام على أهمية تنفيذ مشروعات التنمية وتهيئة بيئة العمل الداخلية وأقال إن الوزارة تسعى لتنفيذ توجيهات ولولاية الخرطوم لتحقيق الأنشطة والبرامج الثقافية والإعلامية استهدفت زيارة وزير أو مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري الدكتور سر الختم فضل المولة والمدير التنفيذي لمحلية شرق النيل إلى عدد من مناطق شرق النيل استهدفت إيجاد الحلول لجملة من القضايا المرتبطة باستقرار المناطق الرعوية والغبية بولاية الخرطوم خاصة فيما يتعلق باستحقاقات الأهالي التاريخية في الأراضي الزراعية كما استهدفت الوقوف على الحفائر والسدود وعملية خطوط النار للحفاظ على المراعي التفاصيل في التقرير التالي زيارة المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري ولاية الخرطوم دكتور سر الختم فضل المولة والمدير التنفيذي لمحلية شرق النيل مرتضى يعقوب إلى مناطق أمضوانبان والهديباب وأبرق وأبدليق جاءت بهدف الوقوف على الغابات والمراعي والحفائر والسدود والتي تشكل أحد أهم متطلبات الاستقرار وقثمنا ممثل المواطنين بتلك المناطق جهود الوزارة والمحلية واهتمامها بإنسان المنطقة مواردة الطائعية بالنسبة لنا في مجتمع الريف في شرق النيل هي نحتمد على احتمال كله سواء كان في المراعي أو الغابات أو البرنامج حصاد المياه السدود والحفائر ونحن خقيقة متفائلين جدا بهذه الزيارة وزيارة نتمنى أن تاتي وكلها لأن هذه المنطقة شهدت تدهور مريع جدا في مزالة الموارد الطبيعية الإدارة العامة للموارد الطبيعية نفذت عدد من البرامج والأنشطة في مجال تعمير وصيانة وحماية الموارد الطبيعية وفق الخطة التي وضعتها الوزارة لتنمية الموارد والحفاظ عليها درجة إدارة الغابات تنفيذ برامج بتاعت السزرع يعني تقريبا في حدود مساحات من 30 إلى 50 ألف فدان لنصر مباشر و2 ألف فدان سنويا بتغانات حصاد المياه برضو مزيد من الحماية عندنا طبعا معينين حراس حراس في إدبع يعني لوزارة الزراعة وفي محلية شرق النيل وعندنا إدارة خاصة بالحماية لحماية الغابات في الولاية كلها محلية شرق النيل أكدت على دعمه صيانة وحماية الموارد الطبيعية حتى تعود بالنفع لمواطنية المحلية انطلاقا من اهتمام محلية بإنسان الريف باعتباره رأس الرمح في العملية الإنتاجية نحن في محلية شرق النيل نفتكر أن هذا هو الجهد الذي ينفع الناس وهذا هو الجهد الذي يقين من الخارطة في محلية شرق النيل لأن محلية شرق النيل محلية زراعية ومحلية رعوية وزارة الزراعة أكدت على ضرورة إحكام التنسيق مع محليات الولاية في مجال تعمير وصيانة الموارد الطبيعية مع أهمية استمرار الشراكات المجتمعية لضمان حماية وتعمير الموارد الطبيعية بأريا في الولاية المجتمعات والمكونات الأهلية في المنطقة وناقشنا معهم كيفية حل مشكلة النزاعات في الأرض وكيف نقدر نؤمن حقوق الأهالي فيما يخصهم من الأرض ونحمد الله وقفنا على عدد من التعاديات ووعدنا إن شاء الله بحلها جميعا حتى يستقر الاستثمار ويستقر الأهالي في أن ينالوا حقوقهم من الأهالي ومن حقوقهم التاريخية في الأرض الزيارة التفاقدية أكدت على حل كل القضايا التي تعيق تنمية الموارد الطبيعية وإكمال تنفيذ استحقاقات الأهالي التاريخية في الأراضي الزراعية واستصدار شهادات البحث أراضي المراعي والغابات لحمايتها من التعديات مشاهدين هذه النشرة متواصلة ولكن بعد الفاصل القصير أهلا بكم من جديد نفذت هيئة بحوث كادوغلي ولاية جنوب كردفان يوم للحقل بمحليتي تضامن وريف الشرقي يأتي اليوم بدعم من هيئة البحوث الزراعية بواد مدني كدامين عام حكومة جنوب كردفان إبراهيم حمدين حاجد الولاية لأساليب الزراعة الحديثة وتطبيق التقانات لزيادة الانتاج وتحقيق الأمن الغذائي مشيران إلى أن برنامج التقاوى المحسنة سيساهم في زيادة تبني المزارعين للتقانات وسد الفجوة في التقاوى من جانبه أشار مدير الانتاج بهيئة البحوث الزراعية عبد المنعم دفعال إلى زراعة 450 فدهان من صنفي الزراع والدحمد وارفع قدمك بتطبيق كامل للتقانات مشيرا إلى نجاح التجربة وإمكانية الاستفادة منها في توطين انتاج التقاوى بالولاية لا يوجد حاجة ماسة جدا لإنتاج التقاوى التي تزيد من الإنتاجية لأن كل المحاصيل التي تزرع الآن أو أغلبها هي ما محاصيل محصنة فالحوجة في أن يكون هناك إنتاج رأسي للمحاصيل الزراعية أفضل من المساحات الشاسعة والتي في نحايتها لا تنتج الكميات المطلوبة ويمكن في هذه الزيارة يوقفنا شهود على هذا المستوى الطيب من قيام المحصول وفقا للمعايير ووفقا لكل المسائل المطلوبة تطبيقها في هذا العام تم زيارة الحقل الأول لإنتاج تقاوى الزراع والدحمد والصن في رفع قدمك وهي الدرجة بزرة الأساس بغرض توفير التقاوي أساس لهذه المنطقة حتى أن نساهم في سد الفجوة في توفير التقاوي المحسنة بغرض زيادة الإنتاج والإنتاجية إدارة محطة بحوسكا دوكلي وبالتعاوم مع الجهات المختلفة في محلية التضامن قد أنجزوا شغل واضح ومتميز ونحسب أنه يتحسن وبل يضيف لبرنامج التقاوي في المنطقة انطلقت بمشروع المقامة الزراعي بمحلية الدوين بولاية نيل الأبياد عمليات زراعة القمح للعروة الشتوية قال وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية صادق محمد عثمان خلال وقوفه على العمليات الفلاحية إن الولاية تستهدف خلال هذا الموسم الزراعي الشتوي زراعة 120 ألف فدان من محصول القمح بالمشاريع المروية والطلمبات النيلية وذلك أن وزارة الزراع الاتحادية أمنت على تمويل الموسم الزراعي عبر البنك الزراعي وبعض الشركات الزراعية في توفير مدخلات الانتاج من التقاوى والجازلين والبذور المحسنة والأسمدة والمبيدات وأضاف الوزير أن الوزارة أكملت كافة استعداداتها للموسم الشتوي بتدريب المهندسين والفنيين عن تقناة القمح بالتعاون مع هيئة البحوث الزراعية وتوزيعهم عن المشاريع الزراعية المروية وأن الوزارة لديها خطة تموحة في نشر الوعي والحزم التقنية وسط المزارعين لرفعي الإنتاج والإنتاجية هدفين 120 ألف فدان موزع بين المشاريع المروية 80 والطنبات النيلية 40 ألف فدان وها هي ضربة البداية لزراعة محصول القمح وهذا المحصول الاستراتيجي الذي يحتاج إلى وقفة الدولة في إطار تحديث سعر التركيز مجزي يحفز المزارعين على زراعة المساحات المزروعة ويحقق الأرباح التي تمكن المزارعين من إعادة التكاليف والأرباح التي تمكنهم في أنهم يتحمسوا في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي تدشين الموسم الشتوي عروة القمح ونحن بكل صراحة نؤمن ونوازر السيد الوزير في الحديث الطيب السمعناه منه يعني في زيادة سعر التركيز وتشجيع المزارع والمزارعين والشركات والجمعيات كلهم على تمويل المشاريع عامة في منطقة الدويم بالأخص في ولاية النيل الأبيض انطلقت بملاعب الشأن السوداني مجمع طلعت فريد بطولة اليوم الواحد لكرة السلة بولاية الخرطوم وذلك بعد توقف الاستمر لمدة عامين عبر السفير دكتور علي يوسف أحمد رئيس لجنة تسييرية لاتحاد الخرطوم لكرة السلة عن سعادته بعودة نشاط كرة السلة خاصة وأن لها جمهورا كبير جدا هي أسبحت لعبة عالمية وأضاف أنه في اليوم الختام للبطولة سوف يتنافس منتخبين من البنين وآخرين من السيدات حيث يتوج بطل لكرة السلة رجال وآخر لكرة السلة سيدات مشيرا إلى أنه سيتم تقريم حوالي عشرين من كبار قيدات كرة السلة بالخرطوم بحضور وزيرة الشباب والرياضة من جانبه قال سكرتير اللجنة التسييرية لسلة معتص محمد مالك إنهم بعض القرار عملوا على إعادة تأهيل الملعب مشيرا إلى أن توقف اللعبة لمدة عامين أثر سلبا على النشاط مؤكدا أن الفترة القادمة ستجهد مزيدا من المناشط بهذا مشاهدين وصلت بكم إلى خطام نشرة الأخبار أشكركم تفضلكم بالمتابعة هذه تحياتي وفريق العمل في أمان الله